أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر بما يشمل الخبز المميز والخبز الفينو مع الزام جميع المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسهر البيع على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين شهر آخر نص القرار في مدتي الأولى على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر خمسين قرش للرغيف زينة خمسة وأربعين جرام وخمسة وسبعين قرش للرغيف زينة خمسة وستين جرام وجنيه واحد للرغيف زينة تسعين جرام وأحد عشر ونصف جنيه لكيلو الخبز المعبئ كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو بالسعر خمسين قرش للرغيف زينة أربعين جرام وخمسة وسبعين قرش للرغيف زينة ستين جرام وجنيه واحد للرغيف زينة ثمانين جرام فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيها